امر طبيعي ان تحاول كل دولة الاكتفاء ذاتيا من انتاج اهم السلع التي يحتاجها المجتمع لسيما السلع الغذائية لكن الامر يختلف في العراق المرتهن لسطوة الاحزاب الفاسدة والميليشيات فالسياسيون منشغلون بتحصيل المكاسب السياسية وحسم الصراعات فيما بينهم بينما تتردى القطاعات الاقتصادية في البلاد لصالح الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي قطاع تربية الدواجن في العراق مثال بالغ الوضوح على انهيار القطاعات الاقتصادية نتيجة الفساد والفشل الحكومي اذ يواجه الكثير من حقول الدواجن خطر التوقف عن العمل بسبب تزايد تكاليف الانتاج من جراء انهيار قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ما يمثل تهديدا حقيقيا للقطاع الذي يشغل مئات الالاف من العراقيين اصحاب مشاريع الدواجن يؤكدون ان المشكلات المالية وغياب الدعم الحكومي بالاضافة الى اجراءات البنك المركزي في بيع الدولار وعدم ضبط السوق المحلية وارتفاع اسعار الاعلاف ادت جميعها الى اعلان عدد كبير من اصحاب المشاريع افلاسهم واغلاق حقول تربية الدواجن بعد تكبدهم خسائر فاقت قدراتهم المالية في حين تكتفي وزارة زراعة بتبرير الامر بان ارتفاع اسعار العلف لم يكن في العراق فقط وانما في كل بلدان العالم متجاهلة السياسات الفاشلة التي حولت العراق من بلد كاد يكتفي ذاتيا من منتجات الدواجن الى بلد يعاني من ازمة خانقة في توفيرها نحو مليون فرصة عمل يوفرها قطاع الدواجن للعراقيين اذا ما توفر الدعم الكامل لمشاريعه بحسب لجنة الزراعة النيابية ما يعني بالمقابل كارثة محققة باضافة مليون شخص الى طابور العاطلين في حال تواصلت الازمة وتحولت الى كارثة بنهيار ذلك القطاع الحيوي وفق اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق الذي حذر من كارثة حقيقية تجعل العراق رهينة للاستيراد من الخارج لتوفير القوت اليومي للعراقيين